في مدينة الإسماعيلية المصرية وتحديدا من المعدية نمرة ستة كانت أول نقطة عبور للقوات المسلحة المصرية إلى الجبهة الشرقية للقناة لخوب معركة التحرير الأرض وتطهيرها من العدو الإسرائيلي هنا كانت شرارة البدء وهنا أيضا كان استشهاد البطل المصري الفريق عبد المنعم رياض أثناء تفقده جوات الجيش المصري في مارس 1969 ومن نقطة انطلاق حرب أكتوبر المجيدة وفي ذكراها الخمسين ننتقل الآن إلى زمير رمضان المطعن مرسل القهرة الإخبارية في مدينة الإسماعيلية المصرية لينقل لنا الصورة والمشهد ذكريات هذا المكان الذي بالطبع له مكانة كبيرة جدا في قلوب المصريين صباح الخير رمضان في البداية رمضان لو تصف لنا المشهد والإحساس أيضا لديك وأنك تقف في المكان أو النقطة التي انطلقت منها الحرب قبل خمسين عاما نعم يعني تحياتي لك دانيا تحياتي لك مارينا صباح الخير على مشاهدين في مصر وفي المنطقة العربية بكاملها هذا اليوم الذي فرحت فيه المنطقة العربية على أول نصر حقيقي على العدو الإسرائيلية منذ خمسين عاما هذه المنطقة لو تحدثنا عن هذا الإحساس لم يكن هناك يعني قبل ساعات من انطلاق حرب أكتوبر في هذه المنطقة موطئ لمكان أو لقدم نظرا للجهود الكثيرة التي تم يعني عملوها إبان حرب السادس من أكتوبر هذه المنطقة وبالتحديد المنطقة المعدية رقم ستة ونحن على شاطئ القناة هذا المانع المائي الذي وصف بأنه أصعب مانع مائي على مستوى العالم والذي أيضا كانت بعض الكلمات الخاصة بالعدو الإسرائيلي وقادتي ورئيس الوزراء جلد مائير أنا ذاك الذي قاله أن على المصريين أن يكتازوا قناة السويس هذا ضرب من الجنون ليست أيضا قناة السويس فقط ولكن إنما هي وما خلفها من الضفة الشرقية سواء من الساطر التروبية وسواء من خط برليف الذي كان يعني يعتبر أقوى خط دفاع كما قال العدو الإسرائيلي أنا ذاك في العالم ولكن مع الإرادة المصرية والتخطيط الجيد والإعداد لهذه المعركة كان هذا ضرب من الخيال في العسكرية على مستوى العالم ولكن الآن أصبح يعني هذه المعركة وعبور القناة واكتياز خط برليف وتحطيمه وأيضا الساطر التروبي بكامل النقاط الخاصة بخط برليف كانت أصبح تدرس في الكليات العسكرية على مستوى العالم ولكن يعني هذه النقطة وهذه الإعداد للحرب تذكرنا بيعني الإرادة الكبيرة للقوات المصرعة المسلحة المصرية لو تحدثنا عن هذه النقطة وهي اختيار موعد قيام حرب السادس من أكتوبر وبالتنسيق مع الجبهتين المصرية والسورية هذا الموعد الذي كان يعد كثير من الحسبان ما بين الجبهتين واختيار الوقت المناسب كان يوم السادس من أكتوبر هو يوم يعني عيد الغفران لدى العدو الإسرائيلي كانت هناك في هذا الشهر الانتخابات التشريعية الخاصة بالعدو الإسرائيلي في الثامن والعشرين من أكتوبر عام ثلاثة وسبعين أيضا الحسابات الخاصة بالمد والجزر هنا في القناة لكي يتم عبور القوات المسلحة المصرية هذه القناة وحساب أيضا أن تكون الشمس في ظهور الجنود المصريين وفي مواجهة مباشرة للعدو الإسرائيلي هذا المانع لم يكن أيضا يعني المانع أنه ماء فقط ولكن أيضا كان العدو الإسرائيلي كان على خط القناة على 170 كيلو متر هناك الساتر الترابي وخط برليف هذه النقط الحصينة فضلا عن ذلك أيضا وقبل العبور بساعات تمكن يعني القوات الخاصة المصرية وقوات الصاعقة المصرية من سد فتحات النبال ما الخاصة بقناة السويس التي تجعل هذه القناة عبارة عن كتلة من النار واللهيب تعمل على إصهار كل من يمر بهذا المانع الماء تمكن أيضا يعني المصريون من سد هذه الفتحات قبل العبور هذا المشهد الذي يعني نراه الآن لم نستطع لو لهم ما كنا هنا في هذا المشهد ونتحدث عن هذا الانتصار الكبير عبور القناة الذي يعني بدأ بالتمهيد الخاص للقوات المصرية نعم إذن رمضان فعلا كما قلت يعني نحن نرى هذا المشهد المهيب ورائك طبعا وهذه المعركة التي قلت عنها أنها تدرس فعلا ونحن كعرب فخورين بها فعلا حرب أكتوبر هي ذكرة مجيدة يعني خمس عقود مرت على هذه الذكرة هي ذكرة غير عادية ذكرة استثنائية فعلا لأنها لا تعبر فقط عن إرادة شعب عن عظمة وطن عظمة شعب لا ينهزم لا ينكسر شكرا لك فعلا رمضان كنت معنا مراسل الكاهرة الإخبارية كنت معنا من مدينة الإسماعيلية المصرية شكرا لك